على عكس ما راجح حول تراجع نتائج الفصل الأول وزارة التربية الوطنية تكشف أن أكثر من 60% من التلاميذ في مختلف الأطوار بلغوا المعدلة عبر 27 ألف مؤسسة تربوية سفة عامة النتائج مرضية وغير كارثية كما تفضلت بها بعض القنوات لأن هذه المعطيات خاصة بنتائج التلاميذ والأرضية الرقمية تعطينا نتائج دقيقة تحسين نتائج الدراسية يقتضي بالضرورة تحسين التقويم الفيداغوجي في انتظار ما سيحقق خلال البكالوريا الجديدة أفق 2021 البكالوريا الجديدة يكون فيها محتويين فيها اختبارات كتابية في ثلاث يام ونص وفيها نقطة التقويم المستمر خفض عدد أيام إذن الامتحان تخمس يام سيصبح في ثلاث يام ونص الهدف الثاني ما يكون حف ولا مدة مدروسة في الثلاث الثانوي بين تجديد المنظومة التربوية وتحصيل النتائج يعمل قطاع التربية على وضع خارطة جديدة لرفع مستوى التعليم لكن بلوغ الأهداف يبقى قائما على مدى تحقيق الاستقرار مع الشركاء الاجتماعيين اشتركوا في القناة